اناب صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمداء الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لحضور حفل الاستقبال الذي نظمته سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني السعودي الثالث والتسعين ولدى وصول معالي موقع الاحتفال يرافقه عدد من اصحاب السعادة الوزراء كان في مقدمة مستقبلي سعادة المستشار صالح بن فلاح لا تيبي القائم بالاعمال بسفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين والمسؤولون بالسفارة حيث نقل معالي تهاني وتبركات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أهل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وإلى الشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة الوطنية العزيزة وأمنيات سموه للمملكة بدوام التقدم والرخاء والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة وأكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله أن العلاقات البحرينية السعودية الراسخة والضاربة جذورها عمق التاريخ منذ أكثر من ثلاثة قرون تستمد قوتها من روابط متينة يعززها الحرص المتبادل بين حضرة صاحب الجلال ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين حفظهم الله والرؤى المشتركة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية لتطوير تلك العلاقات والدفع بها قدما الأمر الذي أطفى عليها سمى لافتة وجعل منها أنموذجا متميزا ومشرفا للتعاون الوثيق والشراكة الاستراتيجية لتلبية تطلعات الشعبين الشقيقين عبر مزيد من التكامل والتربط والتنسيق في مختلف المجالات ولفت معاليه إلى أن حرص مملكة البحرين على الاحتفاء باليوم الوطني السعودي في كل عام على الصعيدين الرسمي والشعبي ومشاركة الأشقاء أفراحهم ومسراتهم بهذه المناسبة لا يجسد عمق ما يجمع البلدين وشعبيهم الشقيقين من أواصر أخوية وثوابت وطيدة نابعة من وحدة الدين والتاريخ واللغة ووشائج القربة والمصير الواحد المشترك وأوضح معاليه أن الإنجازات التي كانت ولا تزال المملكة العربية السعودية الشقيقة تحققها في ضوء رؤيتها الطموحة 2030 تعكس حنكة وحكمة قيادتها التي أعلت من شأن الإنسان السعودي ليكون المحرك الرئيس في عملية التطوير والتحديث والتنمية الشاملة التي تشهدها البلاد والتي ينظر إليها بعين الفخر والاعتزاز كما أعرب معاليه عن الاعتزاز الراسخ بالمواقف التاريخية الأخوية السعودية المشرفة تجاه مملكة البحرين في مختلف المواقف والظروف وذلك من منطلق كونها عمقا حيويا وستراتيجيا للأمتين العربية والإسلامية وحصنا منيعا لهما وخير مساند للبحرين لتظل على الدوام واحدة استقرار وأمان في المنطقة مثمنا في الوقت نفسه ما تطلع به المملكة من دور ريادي ومحوري في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين من جانبه أعرب القائم بالأعمال بسفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين عن جزيل الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من حرص واهتمام بالدفع قدما بالعلاقات الراسخة والمتين بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات معربا في الوقت نفسه عن تقديره لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء لتشريفه الحفل المملكة العربية السعودية البلد الحبيب القريب الذي كان ولا يزال شامخا معتزا بأصالته وعروبته ودينه كبيرة هي مكانته في قلوب مختلف فئات المجتمع البحريني الذي عبر عن أخوته ومحبته خلال هذا الحفل الكبير الذي نظمته سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة في مملكة البحرين وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي والسلطة التشريعية وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة والتسعين على تأسيس المملكة العربية السعودية لا شك ما شهدته المملكة من غفزات نوعية في كافة المجالات لا سيما في المجال الاقتصادي والتجاري والسياحي كذلك الثقافي ولا أثر طيب وإيجابي على دول الخليجية واليوم الوطني السعودي هو فرحتنا كلنا فيه خليجنا واحد وشعبنا واحد وكلنا واحد والله يديم الأفراح علينا كلنا إن شاء الله في هذا اليوم نؤكد كفلسطينيين أن المملكة العربية السعودية الشقيقة هي السند الاستراتيجي ليس لفلسطين فقط وإنما لكل الأم العربية والإسلامية كل الخير وكل المحبة للمملكة العربية السعودية ونجهد اليوم من تطور في المملكة العربية السعودية تحول شيء مبهر وإحنا طبعا في البحرين من لهم كل النجاح والتوفيق وإحنا نشوف نجاح البحرين نجاح المملكة العربية السعودية من نجاح البحرين وعلاقات البحرين والسعودية غنية عن التعريف إحنا بلد واحد وإخوان ويدنا بيدهم إن شاء الله هذه المشاعر الصادقة تعكس ما يربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة من علاقات تاريخية وطيدة ومتينة تعززت على مدى سنوات بروابط اجتماعية وثقافية واقتصادية كبيرة كانت أساسا متينا للتعاون المستمر بين البلدين الشقيقين الشعب البحريني كافة كلهم فرحين معنا في هذا اليوم وإحنا نشكر للجميع فرحتهم وإحنا بغريبة هذه وطننا وطن الجميع المملكة العربية السعودية والبحرين الدولة الشقيقة العزيزة على السعوديين وكذلك دول مجلس التعاون فإحنا فرحة الجميع سواء كان يوم وطني سعودي أو يوم وطني بحرين وكلنا نشارك لأننا نعتز ونبتخر بهذا الخليج طبعا المملكة العربية السعودية الشقيقة تشهد نمو لا مثيلة له في جميع المجالات الاقتصادية البنزع السياسية يعني نهضة الكل يشهد لها على مستوى العالم وهي في نفس الوقت فرصة للمنطقة أن تستفيد من هذا الانفتاح المملكة العربية السعودية تشهدها التي تفيد شعبها وفي نفس الوقت تفيد المنطقة مسيرة حافلة بالإنجازات خطتها المملكة الشقيقة بخطا ثابتة ووثبات واثقة عكست الرؤية الواضحة لمواصلة مسيرة الإنجاز والتقدم التي اعتادها العالم من السعودية لتبقى لاعبا ومحركا أساسيا في المنطقة والعالم على مختلف المستويات التنموية والاقتصادية والسياسية والأمنية في الذكرى الثالثة والتسعين على تأسيسها ستبقى المملكة العربية السعودية الشقيقة مملكة شامخة تحلم وتحقق تنجز وتتقدم تعانق الإنجاز في كل مجال ويشهد لها بذلك القاصي والداني وخير دليل على ذلك هذا الحفل الغفير الذي يعكز مكانتها الرفيعة في وجدان المجتمع العربي والبحريني على وجه الخصوص يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين